مساء الخير على توقيت ميرنا الشلوحي انفجرت قنبلة بعبدة ليتبين أن القنبلة دخانية محشوة بالغاز المسيل للأمعاء ستون دقيقة من جعجعة بلا طحين يمكن اختصارها بردية مخلونة ومخلينيهن أطل خلالها رئيس الطيار الوطني الحرج بران باسيل ليتلو بيانا انتخابيا هو نفسه غير مقتنع به فكيف بالمناصرين قال الشيء وضده هجم في معرض الدفاع فارتدت هجماته عليها وجه الاتهامات للخصم والحليف بالتعطيل وأسقط عمدا من فصل الخطاب انغماسه وتياره في لعبة المحاصصة على مدى السنوات المشاركة في الحكم انتقاد باسيل وتيار لا يعطي براءة ذم لشركائه في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن لكن أن يطلع على الناس محاضرا بالعفة فذلك تشاك بلا رصيد في معركة الحشد الانتخابي التي خاض حربها الاستباقية بتصوير التيار وكأنه يتعرض لهجمة كونية وأن مشروع التيار لبناء الدولة وتحقيق التغيير الكبير بحاجة لأكثر من الانتخابات إن ضم باسيل إلى جوقة متهمي أو انضم إلى جوقة متهمي سبعة عشر تشرين بأنها لم تكن انتفاضة شعبية عفوية بل حركتها ومولتها السفرات فقط لاستهداف التيار وسعيا لاستصدار سك براءة قال وقفنا ضد أمراء الحرب بزمن الميليشيات وأمراء الفساد بزمن السلم وفي جولة بسيطة على متن بواخر الكهرباء فإن الملايين المهدورة على وعد لبنان منور تكذب الغطاص وصف بسيل نظام السياسي بالمعطل واستشهداء بديمقراطية توافقية لم تؤمن سوى التوافق على المحاصصة وسرقة المال العام وأبعد من التوافقية كانت الميثاقية مرة بالوقوف مع الشيعة عند استقالة وزرائهم وأخرى مع السنة حين اختطاف زعيمهم فأي ميثاقية هذه التي تعمل على القطعة وتحتجز مرسوم حراس الأحراج لغلبة المسلمين على المسيحيين أما نظرية الجرور فكما هي مكرسة في مجلس النواب إلا أن براءة اختراعها مسجلة في بعبده تحدث بسيل عن أمور لم تنفذ في وثيقة الطائف ومنها ألا مركزية وقال هيك ما بيمشي الحال معنا وكما يهدد بالتقسيم قال بدنيها بالأنون حتى ما تنفرد أو تفرض حالة بالواعع نفض عن نفسه وتياره تهمة الطائفية وطالب بالدولة العلمانية وسرعان ما سقط الطرح في الفقرة ذاتها عند المناصفة بالإدارة ولمن يعرف أو لا يعرف فإن إطلالة بسيل ليست الأولى ليشكوا من سطوة المنظومة السياسية والمالية الحاكمة ومن حاكم مصر في لبنان فرئيس التيار هو ابن هذه السلطة منذ خمسة عشر عاما وطرح نفسه الفريق الوحيد الذي تجرأ على المطالبة بإقالة الحاكم علما أن التيار كان شريكا في التمديد لسليمه اتهم الجميع باغتياله سياسيا وبفرض العزل عليه وعلى تياره لكنه نفسه فرض العزل على نفسه وما ترك للصلح مطرح وأغلق باب المصالحة مع أي مكون سياسي ليس لغاية الإصلاح والتغيير بل لهدف الاستخصال على حصة من قالب الجبنة وقف بسيل في كلمته عند خط الوسط بين الطيون ومرمخايل ووازن بين الأمرين فاختار التفاهم مع حزب الله وليس مع حركة أمل التي أصبحت الآمر الناهي وقال لحزب الله إن القضية صار بد حوار عميق وإلا ما فينا نكمل هيك لكن بسيل ترك الباب مواربا وبين أن نربح الانتخابات أو أن نربح حالنا نختار نربح حالنا لكنه استطرد بالقول إن شاء الله نقدر نربح لاثنين الانتخابات وحالنا ومن الضرب على الحافر إلى الضرب على المسمار قال بسيل إن التقسيم ليس حلا والفيدرالية ليست بديلا عن الدولة المدنية لكن الدولة القوية تكون برئيس قوي لا بعهد الانهيار والذهاب نحو جهنم وللأمانة والحق يقال فإن مقاربة بسيل لأزمة النازحين السوريين لا غبار عليها إذ قال لم يعد هناك مبرر في عدم زيارة سوريا وهو أبدى استعداده للقيام بزيارة علنية ولو قبل الانتخابات وإلى حين أن تتم المهمة الفدائية الأنظار تتجه غدا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فحزب الله كان اليوم مشغولا بزيتونة سليماني اشتركوا في القناة